بسم الله الرحمن الرحيم وهنتكلم على بتاع العمل هنتكلم اول عن حاجة اسمه وده موضوع ده اكبر موضوع فيهم هنتكلم عن جهاز اسمه وبعد كده هناخد جهاز اسمه تمام ده اكبر موضوع اللي هو بعد كده ده الموضوع التاني بعد كده البريتينج ساندده الموضوع ثالث بعد كده ده الموضوع الرابع خلاص اه نيجي بقى نتكلم على اول حاجة خالص اللي هو طيب قبل ما اشرح لكم العمل بيجي ازاي عايز اكلمكم شوية على النظري لان هو بيسأل في النظري فيه اللي امتحان. بص تكاتر احنا لما بنيجي ناخد نفس اثناء النورمال انس بيريشن واكس بيريشن اللي هو الطبيعي بتاعنا واحنا بناخد نفس اثناء النورمال ان و اكس بيريشن بناخد هوا بمقدار 500 ملي لتر 500 ملي لتر يعني حوالي نص لتر 500 ملي يعني نص لتر يعني مندخل هوا 500 ونطلع 500. الطلعة دي بتاع الكيرف ده ايه اسمها انس بيريشن والنازلة اسمها اكس بيريشن طلعة اسمها ان والنازلة اكس تمام في كلا الحالات اللي احنا بنعمله ده يا دكتور احنا بناخد ونطلع هوا بمقدار 500 ميلي لتر يعني حوالي نصف لتر في كل نفس ده أثناء الرست في النورمل طيب يبقى احنا قلنا الطلعة دي الطلعة دي يا دكتور الانسبايريشن يبقى ده آخر النورمل انسبايريشن والنزلة بتبقى الاخس بايريشن يبقى الخط ده آخر النورمل ايه اكس بايريشن طيب بيقولك بقى في حاجة اسمها اللي هو ايه لو انت حبيت تاخد انسبايريشن اقوى بفورسة انسبايريشن اطلع دي كلها اللي بالازرق دي اسمها انسبايري ريزيرف ووليوم يبقى الانسبايراتوري ريزيرف ووليوم هو الماكسيمم ووليوم that can be inspired after normal inspiration او after normal tidal volume وده بمقداره حوالي كامل 3000 ميلي بردو ليتر يعني كده يا دكتور واحد 500 والتاني 3000 3000 دول او انا بقى عايز ااخد نفس قوي يبقى انا في الطريقة الطبيعية بتاعتي انا باخد نفس بمقدار 500 ميلي بس طيب افرد انا عايز ااخد نفس قوي حلو ااخد نفس قوي كده يبقى هاخد كمان بزيادة اللي هما الانسبايراتوريزيرف ووليوم اللي هما حوالي كامل 3000 طيب افرد انا عايز اطلع نفس قوي يا دكتور ده بنسميه بقى اكسباراتوريزيرف ووليوم خلاص غير ال 500 دول تقدر تطلع ادي ايه زيادة يا دكتور قالك اللي هي الشوية دول الشوية دول يا دكتور اسمهم اكسباراتوريزيرف ووليوم طيب مقدارهم قد يقالك 1100 ميلي ليتر برضو 1100 ميلي ليتر يبقى انا اقدر اطلع 500 وادخل 500 اقدر ادخل حوالي 3000 لو انا باخد نفس قوي وطلع حوالي 1100 لو انا بطلع النفس بقوة طيب هل لما انت بتطلع النفس بقوة كده هل انت طلعت الهواء اللي جوه لا 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 لسه ما زال يعني لو انا جيت قمت عامل كده طلعت كل النفس اللي جوايا هل كده اللونج كده مفاش ولا هوا قالك لا فيه هوا طب الهوا اللي جوه اللونج ده اسمه ايه حلو لو انا دلوقتي قادل طلعت بالنورمال وطلعت كمان طلعت كل حاجة هل في شوية هوا جوه اللونج ايوه في شوية هوا يبقى جوه اللونج اسمه من ايه ده يا دكتور الهواء المتبقي اللي هو من اول هنا لغاية تحت ده مقدروا قديده يا دكتور ها ازا كان اللي فوق اللي هو كان الف ومية يبقى ده حوالي الف ومئتين ميليليتر الف ومئتين ميليليتر اوه الف ومئتين يبقى ايه اللي الف ومئتين ده دكتور هو الفوليم بعد لما تعمل يبقى ده اللي هو كام يا دكتور الف ومئتين يبقى عندك خمسمية ويه اللي فوق تلات تلاف واللي تحت الف ومئة واللي تحت خالص الف ومئتين دول الاربعة دول يا جماعة دول همت دول اسمهم لو انت خطب لك كل دول طيه ده الفوليم كل دول يا جماعة يطلق عليهم فوليم طيب تعال بقى نتكلم على الريزيد والفوليم لوحده شمعنا بقى فاكرين لما خدنا الانترا بلورال بريشر وخدنا السيرفاكتنت كنا قلنا ايه فايدة والسيجنيفكنت بتاع الانترا بلورال بريشر والسيرفاكتنت جماعة لو تتكروا كنت بقول لكم اه دي اللانج هي و اه دي بيبقى حواليها كده بلورا البلورا دي يا جماعة البريشر اللي جواها بايه بالسالب بالنيجاتف النيجاتف انترا بلورال بريشر ده كان ليه اهمية مش بس كده الالفولاي نفسها متبطانة جوا بسيرفاكتنت السيرفاكتنت السيرفاكتنت اللي جوا الالفولاي دي برضو ليها اهمية الحاجة التالتة ان جوا الالفولاي فيه هوا عمره ما بيطلع اسمه برضو ده ليه اهمية السيرفاكتنت اللي خدناها والريزيد والفولاي والنيجاتف انترا بلورال بريشر التلاتة دولة دكتور كان لهم اهمية تقريبا واحدة اللي هي ايه اللي هي ان هم بيخلوا الالفولاي تيكسباند ويمنعوا الالفولاي تكولابس كلهم بيشدوا الالفولاي لبرة اللي انترا بلورا يشد الالفولاي لبرة السيرفاكتنت بتمنع الالفولاي لناتكولابس ويريزيد والفوليام ده شوية هوا موجود جوا الالفولاي بيمنع الالفولاي تكولابس وبالتالي يا دكتور التلاتة السجنيفكا تبتعهم حاجة واحدة كانوا بيمنتين اللونج وإكسبانشن كانوا بيمنعوا كلابس أوفزا لانج خاصة وقت الإكسبانشن كانوا بيقللوا شوية الوركوب بريسنج خاصة وقت الإنسبانشن لو تلاحظ التلاتة وظيف دول التلاتة الأولين دول متكررين في أي واحدة من التلاتة لكن لما جينا مثلا على كنا قلنا إنه كمان بيقلل البالمونري إديمة لو تفتكروا بيقلل البالمونري إديمة خلاص ولما جينا على السرفكتنت قصدي معلشي السرفاكتنت هو اللي كان بيقلل البالمونر ايديما لكن ما جينا على النجاتف انترابلورا بروشور قلنا كان ليه لازمة تانية انه كان بيزود مينة دكتور بيزود حاجة اسمها الفينوس ريترن او الليمفاتيك ريترن يبقى بيزود الفينوس ريترن او الليمفاتيك ريترن طيب لما نيجي بقى على الريزيد والفوليوم ايه فايدته هتعرف انه هو بقى الحاجات اللي تحت دي هنزودها اللي هو اول حاجة بيمينتين ايديشن افزا بلاد بتوين بريسنج يعني ايه يعني طول ما موجود هوى جوه الالفولاي فيبقى فيه تبادل غازي ما بين الالفولاي والدم حتى ما بين النفس والتاني يعني مش لازم وقت الانسباريشن يحصل تبادل غازي بس ده حتى وانت بتعمل اكسباريشن حتى بعد اما خلصت الاكسباريشن مازال فيه تبادل غازي وجهز اكستشينج بتوين البلاد وبتوين الالفولاي طول ما فيه هوى جوه الالفولاي يبقى فيه تبادل غازي الحاجة التانية انه هو بيربنت الماركد اتشينج في السيو تو والأوتو لان يا جميعنا لو تفتكروا كنتم بقول لكم عشان ما يسمعشي الأوتو والسيو تو انه يوصل لصفر لا الأوتو و السيو تو في الان او في الاحس ليه قيمة عمره ما يوصل للصفر لان لو وصل للصفر ده بيعمل برضو مشاكل حاجة التالتة قال لك لو زاده دا زاده الالفوليا عن 30% ده معناه ان اللي عند عنده ما هو معنى ان الهواء يا دكتور المتبقي في اللونج او الريميند في اللونج زاد معناها ان الطريق مسدود والهواء مش عارف يخرج يبقى ده بيشخص برضو طب يا دكتور يبقى ده زدوا الفوليوم ده كله لإعلاقة بالإيد والثلاثة وظائف دولة اللي هما الثلاثة وظائف دولة هما الجداد عليه يبقى كل واحد يا جماعة من الثلاثة بيبقى ليه لازمة طب يا دكتور في الكتاب لقينا حاجة اسمها المينيمال اير هو المينيمال اير ده هو الريزيد والفوليوم لا هو المينيمال اير اختلافه من الريزيد والفوليوم المينيمال اير ده بقى لما جينا حبينا نقول الهواء اللي جوه الرئة ده هيطلع ولا مش هيطلع قمنا جايبين سكينة ويقطعين الرئة فطلع هوا من جوه الرئة ما عادى شوية صغيرين الريزيد والفوليوم ده خرج الريزيد والفوليوم ده كان 1200 ترناه يخرج يعني لو جبت سكينة دلوقتي وعملت ستاب وعملت لموسورك وعملت لانج كولابس وخركت الهوى من جوه مين من جوه اللانج هيبقى برضو شوية هوا عمرهم ما بيخرجوا من جوه اللانج مقدارهم كام 150 ملي يبقى المية وخمسين ملي دول هو الايه الريمينينج افزا لانج بس افتر اوبنينج الشيست اند لانج كولابس يعني بعد اما حضرتك ها تفتح الشيست وخلاص بقى واللانج كولابس هيطلع الالف وميتين دول ما طالما اللانج بقت كولابسد هيطلع حوالي الف وخمسين تقريبا ويبقى حوالي مية وخمسين عمرهم ما بيطلعوا بنسميهم المينيمال اير هتقول لي طب ايه فايدة المينيمال اير دول لهم فايدة يا جماعة اللي بتوع الطب الشرعي فايدة جنائية اسمها ميدكوليجا الامبورتنس ايه هي الفايدة الجنائية دي يا دكتور قالك بص يا رايز بنقدر نفرق الشخص اللي خد نفس من اللي ماخدش نفس مش فاهم يعني لو طفل صغير يا جماعة في بطن امه تمام المفروض الرئة بتاعته بتبقى مليانة مية فالمفروض اصلا ان الرئة بتاعته مفهاش هوا فلو جي لقدر الله الحمل بتاعته الست دي مثلا باز والولد ده تولد ميت فلو تولد ميت وجبنا الرئة بتاعته الرئة بتاعته هيبقى جوها ايه جوها مية طيب هل الرئة دلوقتي طالما جوها مية جينا حطناها في مية هتختص لتحت هيحصل لها سينك يعني هتغرق هتغرق لي يا دكتور لاني ما فياش هوا خالص كلها مية فهتقوم غرقانة لتحت خلاص كده طالما الولد اتولد من بطن امه ميت طيب تعال بقى نشوف ظروف تانية واحدة ولدت ابنها وبعد ما تولدت قالوا لها الحي ده ابنك ميت خلاص طيب طالما يا جماعة الولد اتولد من الام وخد نفس بعد ما بيتولد ويطلع من الراحم بياخد نفس لما بيه ياخد نفس الرئة بتاعته بتتملي هوا وطالما الرئة بتوالد اتملت هوا لو مات بعد الولادة هيظل فيه المينيمال اير ده وبالتالي لو جينا حطينا الرئة بتاعته في مية هتلاقي الرئة بتاعته ايه طفت على سطح المية دي اسمها فلوتنج يبقى الرئة اللي غطست لتحت اللي هي ما فياش هوا خالص دي اسمها غطست الرئة اللي فيها شوية هوا اللي هما المينيمال اير اللي هتطفو على سطح المية اسمها فلوتنج طب يا دكتور ايه يعني ايه الاهمية بتاع الكلام ده الشرعية اقول لك انا لو مثلا في واحدة او اهل واحدة مثلا او اهل جزء واحدة مثلا متوفي وعايزين يتخلصوا من ابنها بسبب مثلا الميراس او الكلام ده وجيت هي ولدت ابنها وبعد ما ولدته قالت انا بتهمهم ان هما اللي قتلوه حل بتهمهم ان هما اللي قتلوه قاموا جايبين الولد بتاع الطب الشرعي وقاموا جايبين الريئة بتاعته وقاموا شافوا الريئة بتاعته ولقوا ان الريئة بتاعته غطست وما طفتش على وضح الشطح المية يبقى كده الريئة بتاعته ما خارتش نفس خالص يبقى لقى يبقى الولد ده غالبا اتولد ميت يبقى الاهل دول ما عندهمش اي مشكلة وبراءة أما لو فعلا الولد اتولد وخد نفس وفي مينمال إير فالرقة بتاعته هتختص يبقى كده نبحث بقى نشوف إن كان في فعلا شبهة جنائية ولا لأ تمام يبقى ده يا جماعة بيفرق لي بين الرقة الهية بص بقى هو بيقولك إذا اللي تولدوا ميتين اللي تقتلوا بعد ما تولدوا اللي هم اتقتلوا بعد ما تولدوا اللي هم اخدوا أي نفس اللي هتطفوا على سطح المية يعني الرقة بتاعته ما هتختص لتحت لإنه مدخلش بيها هوا خالص المهم عرفنا دلوقتي يعني إيه رزيد والفوليوم عرفنا يعني إيه أهمية رزيد والفوليوم وعرفنا يعني إيه ميني ملاقير نرجع رسمتنا المعهودة دلوقتي يبقى أنا عرفت أربع فوليوم الطايدل فوليوم طايدل كده يعني مد وجزر يعني اللي هو رايح وجاي اللي هو النورمال وإن وإكس بيريشا عرفنا يعني إيه انسبيراتوري رزيد والفوليوم افتكر اطالع الفوق ده الانسبيراتوري أما النزل تحت ده الانسبيراتوري والهواء المتبقف اللونج اسمه وعرفنا قيمة كل واحد فيهم نيجي ناخد بقى كمان حاجة اسمها أربع قيم تانين اسمهم كابازتي يبقى فيه فرق بين والفوليوم وكابازتي الكابازتي هو مجموع أكتر من فوليوم تاني الكابازتي هو مجموع أكتر من فوليوم بص كده لو جينا جمعنا الجزئين اللي فوق اللي اتنين اللي نحيت فوق هم اللي اتنين اللي فوق اللي هم الطايدة الفوليام والإنسبيراتوري ريزيرف فوليام هيدوك مع بعض حاجة اسمها إنسبيراتوري إيه كابازتي هيدوك مع بعض حاجة اسمها إيه إنسبيراتوري كابازتي أدي أول حاجة طب لو اجمع كده دكتور هتجمع الخمسمية مع التلات تلاف يعني حوالي تلات تلاف وخمسمية طب ده بيمثل إيه لو أنا عايز أقول لك ايه تعريفه هو الهوى اللي انت عملت بيه inspiration سواء normal او forced طب تعريفه الكتاب ايه مكتوب ايه which can be inspired لكن after normal expiration كلمة after normal expiration ده مهمة لالاني بعد انت عملت normal expiration المفروض تعمل بعدين normal inspiration تدخل ال500 بعد كده forced inspiration تدخل التلات تلاف طيب ال500 والتلات تلاف دول هنسميهم لايه ال inspiration يبقى كلمة after normal expiration دي مهمة عشان يعرفك انك لسه هتاخد normal inspiration ثم هتاخد forced inspiration خمسمية وتلات تلاف يبقى كام يا دكتور تلات تلاف وخمسمية قيمة الانسباراتوري كبستي طب لو جيت شفت اللي تقمتين اللي تحت اللي هم كان اسموهم والإكسباراتوري زيرفو فيليم اللي هم دول وجمعتهم ببعض اللي اتنين دول ببعض كده هل يا دكتور هتسميهم expiratory capacity مفيش قيمة اسمها expiratory capacity مفيش قيمة اسمها expiratory capacity أمال هتسميهم ايه دول بقى هتسميهم functional residual capacity هتسميهم ايه functional residual capacity الفunctional residual capacity هو انك تجمع residual volume مع expiratory reserve volume خلي بالك الشوية الهوى دول اللي موجودين في اي رئة واحد دلوقتي هو قاعد بيزاكد دلوقتي يعني وانت قاعد بتزاكد دلوقتي قاعد جوة في الرئة بتاعتك في residual volume ده عمره ما يخرج إلا لما بقى إن شاء الله نيجي نفتح لك الرئة بتاعتك ونطلع منه من شوية الهواء الريزيد والفوليام موجودين كده كده جوة الرئة بتاعتك عمرهم ما بيخرج إلا بقى لما اللانج بتاعتك تكون لابس وفيه كمان جوة الرئة بتاعتك اكسباراتوريزيرف فوليام فيه شوية هوا كمان وانت قاعد بتذكر دلوقتي ما بتخرجهم شيء غير لما تنزل تجري بقى لما تنزل تجري تبدأ تطلع الريزيد والفوليام من الجواك لكن طول ما انت قاعد انت جوة الرئة بتاعتك فيها ريزيد والفوليام وفيها إكسباراتوري ريزيرف فوليام خلاص وتبدأ تدخل إنوي إكسباراتوريزيرف فوليام اللي هو اسمه الطايدة الفوليام ده وانت قاعد بتزاكت دلوقتي انت جوة الرئة بتاعتك ريزيد والفوليام وإكسباراتوريزيرف فوليام ده الوضع الطبيعي بتاعك دول اسمهم على بعد فانكشور ريزيد والكباستي هو الفوليام أفزا إير زات ريمين أفزا لانج after barthu normal expiration طب تعالي نحسبها بعد ما عملت normal expiration حلو كده يعني خرقت الكام الخمسمية يبقى جوه الرئة بتاعتك كام جوه الرئة بتاعتك الريزيد والفوليوم والإكسبرات والريزير والفوليوم اللي هم أنا ما خرقته قمش خلاص ما أنا خرقت normal expiration يعني أنا خرقتها والtidal volume ما هو كلمة after normal expiration دي بقى برضو مهمة عشان يقولك انه هو خرج tidal volume يعني ما تحسبش معا tidal volume لان لو حسبت tidal volume يبقى بيقولك after normal expiration اللي هو بعد ما تخرج ال500 قد بقى من هوا جوه الرئة بقى الريزيد والفوليوم والإكسبرات والريزير والفوليوم ده اللي هو دكتور القيمة الكابستي رقم اتنين نيجي بقى لقيمة الارباعة على بعض اما جمعنا ده مع ده وجمعنا ده مع ده تعالي نجمع الارباعة مع بعض الارباعة مع بعض يا دكتور اسمهم total long capacity يعني السعر الكلية لللنج بقى total long capacity طب تعرفها ايه في الكتاب هو الفوليوم بص كده دكتور مسونا لسه قيل لك من شوية انك انت وانت قاعد الرئة بتاعتك بطبعتها كده بيبقى جواها كده كده عندك حاجة اسمها ايوة وقلتلك برضو بيبقى موجود جواها ايوة بيقول لك بقى افرد انت عملت كمان بص بقى شوية الطايدل فوليوم اللي هو بالنورمال انسبايريشن تمام وبعد كده تعمل كمان انسبايريشن تاخد كمان اللي هما التلات تلاف اللي هما الانسبايراتوري ريزيرف وفوليوم قال له دلوقتي بقى جوا الرئة بتاعتك كام؟ الارباعة اللي هما الانسبايراتوري وكلمة معناها انك هتاخد الاول تدخله بالطايدل وبعد كده تاخد الانسبايراتوري اللي هو ريزيرف وليوم اللي هو التلات تلاف تحط التلات تلاف على الخمسمية على الالف ومية على الالف ومية لو جمعت كده هتلاقيهم حوالي لو انت جمعت بقى الف ومية و الف وميتين دول الالفين تلتمية اجمع عليهم اه التلات تلاف يبقى خمستة تلاف تلتمية اجمع عليهم الخمسمية يبقى اه حوالي اه خمستة تلاف تمنة تقريبا ده اللي هو القيمة لكل طب نيجي بقى اللي يهمني ما هي بقى بقى هم التلاتة اللي فوق بس يعني هو ناقص الحتة بتاع مين؟ بتاع ريزيرف وليوم تاني كده بقى هم التلاتة اللي فوق بس. اللي هما الانس بائراتوري رزير الفوليام والتايد الفوليوم والإكسابيراتوريزير يالفوليوم. يعني التلاتة دول ومعيش مين الرزي دول. عشان كkal حتى سميته يعني لما حد يقول لك حسب معاك الرزي دول الفوليوم لكن انت يا بابا شخصية وانت اقريه على المكتب انت دلوقتي يا دكتور مش متحكم في ووسي وبالتالي في طبيعتي المفروض ما حسبش معاك فهسميه لك قيمة كلية من غير 이�ير والفوليوم اللي انت مش متحكم فيها بايتل كباستي بايتل يعني حيوية يعني انت تقدر تتحكم فيهم تقدر تتحكم في التلاتة اللي فوق اللي همه الانسبيراتوري ريزيرف والإكسبيراتوري ريزيرف والطهيد الفوليوم طب دكتور تعرفها بيقولك ايه هو الماكسيموم فوليوم مفزئير كان بي إكسبيرد بي ماكسيموم إكسبيريشن أفتر ماكسيموم إنسبيريشن بص كده مشانا لسه واخد من شوية هو الهوى اللي جوه بعد بص كده كنت واخد من شوية ان هو الهوى اللي جوه يعني لما تاخد نفس قوي وتشوف الهوى اللي جوه الرئة تاعتك انت دخلت كده وكنا شبحين وكنا شبحنا طيب بعد ما جمعت كل الهوى ده جوه الرئة حلو عايزك بقى تطلع لي اللي تقدر تطلعه تقدر تطلع مين اقدر اطلع دكتور الانسباراتوريزيرف ده هقدر اطلعه واقدر اطلع الانسباراتوريزيرف الوحيد اللي مش هقدر اطلعه مين الانسباراتوريزيرف يبقى يا جماعة لو انا جيت دلوقتي خد نفس قوي بماكسمام انسباراتوريزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزيزي يعني كل الماضي مرتدي ناقص الرازد والفوليوم و가는 الالهماっ الثلاثة دول واحد اثنين ثلاثة التلاثة دول يا دكتور يعتبروا حاجة اسمها الفيتال كباستي هو ده اللي انت بتحكيم فيه هتقوله طب يا دكتور هو شرح الفيتال كباستي شوية أيوة عشان الفيتال كباستي مع هجات مهمة يا دكتور ابتدأ يشرح فيها شوية بيقولك فيه حاجة اسمها mad factors affecting vital chemistry بيلاحظ ايه عشان اعمل فيتال كباستي خطa INSPIRATION قوي جدا وامطلع X-Piration قوي جدا عملت Maximum N وبعد كده طلعت Maximum X يبقى أنا محتاج عضلات قوية ولا مش محتاج محتاج فبيقولك أول عامل بيأثر فيه أول عامل بيأثر فيه الفيتال كباستي قوة عضلاتك قوة عضلاتك والله لو أنت السترينس بتاعك قوي يبقى تعرف تاخد فيتال كباستي كويس وعشان كده يا جماعة الفيتال كباستي بتختلف من الميل للفيميل ومن الأسليت للن أسليت كلاما تبقى أسليت وقوي كلاما يبقى الفيتال كباستي أعلى كلاما تبقى ذكروا لك عضلات كلاما برضو في الميل تلاقي الفيتال كباستي بتاعتهم إيه أعلى إذا كانت تادال فوليم نفس يا دكتور في الكتب الدقيقة بتتغير ميتزكر للأنثة يعني المفبوض التادال فوليم مثلا في الراجل أكبر شوية من الأنثة تمام وبالتالي الفيتال كباستي أصلا هيبقى أكتر من الراجل عن الأنثة ما بالك بقى أنا مستخدم القوة العضلات أكتر طيب اللي بعد كده أنت عشان برضو تاخد نفس قوي كده واتطلعه يبقى محتاج أن العضلات بتاعتك تتحرك بسهولة ومفيش حاجة تدقيقها لازم الرينج أوف موشن بتاعة الديافرام تبقى إيه متاحة الديافرام يعرف ينزل براحته عشان كده لو في بعض الحاجات بتعوق الفيتال كباست زي النوم النوم ده يا جماعة بيخلي لك الأبدومينال فسرة كلها والأمعاء بتاعك اللي تحت بسهولة زي مثلا البرجنانسي برضو الحمل الحمل البيبي زانق على الديافرام مش مخليه ينزل بسهولة الأوبستي التخن برضو ده زانق على الديافرام مش مخليه ينزل بسهولة يبقى الرينج أوف موشن مهم جدا ندغت تاني حاجة والله يبقى لو واحد عنده أصلا مشكلة في الرئة عنده أي مرض في الألفولاي أو في أي ديزيز عندك برضو مش هيخليك لا تاخد نفس قوي قوي ولا تطلع نفس قوي قوي وبالتالي هيعمل لك برضو مشكلة في البيتال كباستي يبقى الثلاث حاجات دول يا جماعة بيقللولك البيتال كباستي بتاعك أو بيأثروا على البيتال كباستي بتاعك بسناء السترينز طبعا زي ما انتوا فهمين كده يبقى احنا خدنا أربعة فوليام وأربعة كباستي سهلة كده أربعة فوليام وأربعة كباستي الأربعة اللي فوق دول كانوا أربعة إيه فوليام بعد كده قمنا واخدين الاربع كباستي لهم الانسباراتوري كباستي الفانكشار لزيد والكباستي التوتال لانج كباستي والفايتال كباستي الاربع اللي بعدهم خلصناها طيب يا دكتور جميل قوي ده كده يا دكتور عرفنا القصة بتاعكم طيب لغاية دلوقتي الدنيا زال فول فبالتالي فيه رسمة يقوم جايبها لك كده ويقولك بقولك ايه هو اصلا الجهاز اللي قدام طبعا ده جهاز قديم شوية ده الجهاز ده اسمه بندكتروس سبيرومتر اسمه ايه بندكتروس سبيرومتر طبعا بقى فيه اجهزة يعني نفس الفكرة بس احدث واحدث في الشكل شوية هو الفكرة انه هو الجهاز ده بيبقى ليه خرطوم الخرطوم ده بنحطه ببقنا ونبدأ ننفخ به normal inspiration او forced inspiration او normal expiration ونبدأ عن طريق حمق الهوى اللي طالع وكمية الهوى وحجم الهوى اللي طالع يبدأ الدرام ده بيتحرك ويبدأ القلم يرسم رسمة معينة كده خلاص الدرام اللي هو ده هو ته جماعة بيتحرك بيبدأ وهو بيتحرك القلم بيرسم رسمة معينة كده كل حسب النفس اللي انت بتتنفشه ده نورمال ان ولا نورمال اكس ولا فرصة ان ولا فرصة اكس وهكذا طيب سرعة الدرام ده قد إيه قالك حركته 2.5 ميلي لكل ثانية 2.5 ميلي لكل ثانية طيب باستخدم الجهاز ده في إيه باستخدمهم ان انا إيس الطايدة الفوليام الانسباراتوريزيرفو فوليام اكسباراتوريزيرفو فوليام انسباراتوري كباستي خمس حاجات من الثمانية اللي انا واخدهم خمس حاجات من الثمانية اللي انا واخدهم طب كده يا دكتور باقي ايه باقي الرزيد والفوليام ما بيعرفش إيسه ليه لان يا دكتور انا قلتلك الجهاز ده خرطوه من تبتون فخ فيه تمام على حسب كمية الهواء اللي طلع او اللي داخله بيحسبك طب الفانكشا رزيدوال كباستي ما أقول فانكشا رزيدوال كباستي ده يا دكتور كان رزيدوال فوليام زائد الاكسبيراتور رزيرف فوليام طالما فيه برضو رزيدوال فوليام فالجهاز ده مش عارب برضو يحسبه طب التوتا اللانجي كباستي برضو يا دكتور ده كان فيه برضو رزيدوال فوليام واكسبيراتور وإنسبيراتور رزيرف فوليام وطي ده الفوليام وبالتالي ده برضو ما يقدرش يحسبه يعني الجهاز ده يا جماعة الاسبايرومتر او البندكتروس بيقدر يقس لك خمسة من تمانية خمسة من تمانية كلهم معدد تلاتة اللي فيهم ريزيدوال أي حاجة فيها ريزيدوال فوليم ما بيعرفش يقسها هتقول욱 طب يا دكتور جميل قوي أمال هو بتتأسل إزاي أول حاجة يعني قادي ده فيه ريزيدوال فوليم اللي تحت ده فيه ريزيدوال فوليم اللي هو ريزيدوال فوليم نفسه والتوتالالانجي الكباستي برضو ما بيعرفش إيسه والتوتالالانجي الكباست ببعرفش إيسه التلاتة دول ما بيعرفش إيس فيهم البندكتروسس بيرومتر ما بيقدرش ييس الطب دكتور أمال دول بن養هم إزاي؟ بنقسهم بطريقة اسمها هيليام دايلوشا مثود هيليام دايلوشا مثود اسمها إيه؟ خلاص يبقى دي الطريقة اللي بن��يس بيها طبعا يا في فكرة وكاننا زمان بناخدها بس هو مش متكلم عليها فاي ففكك منها الR période والفوليوم و الفنكشوا幾aiser والتوتلان كباستي طب تعال كده يديك ورقة زي دي بقى كده يا دكتور يديك ورقة زي دي كده ويقولك تعال احسبني منها الطايدة الفوليوم احسبني منها إيسبرات و ريزيرف احسبني منها إيسبرات و ريزيرف احسبني منها فيتال كباستي تعال نشوف بص يا رايز الموجة دي لها طول ولها عرض لها طول ولها عرض الطول المربعة دا الاول ده اسمه العرض بتاع المربع أما الطول الطول اللي هو عذرا هذه الطول بتاع المربعات بص كده ريس ده كده الطول بتاعنا اللي بالأزرق ده الطول أما الأحمر ده اللي بالعرض الطول قالك بص كده الطول ده دكتور يساوي 300 ميلي خلي بالك لو تلاحظ المربع ده عبارة عن إيه عبارة عن مش شبه يعني تلاقيه كده بص عبارة عن إيه بص المربع عامل إزاي عبارة عن تحس ان هو يتقسم أربعة تربع بص المربع عامل إزاي تحس انه متقسم أربعة تربع طيب كل مربع صغير من دول عبارة عن خمس خمسة كده متقسم خمسة واحد اتنين واحد اتنين خمسة خلاص يعني انت عايز تقوله يا دكتور عايز اقولك ان المربع اللي أنا بتكلم عليه ده عبارة عن هتحس ان هو إيه مربعين فوق بعض مربعين فوق بعض ما أنا بقيسه الطول بقى مربعين فوق بعض المربع الواحد في دول خمسة صغيرين وده خمسة صغيرين يبقى كلهم على بعض كم كده حوالي عشر مربعات صغيرة أهو يعني ده خمسة وده خمس مربعات صغيرة يبقى فوق بعض كده حوالي عشر مربعات صغيرة هو بقى العشر مربعات صغيرة دول أو المربع الكبير اللي أنا رسمه ده يساوي 300 ملي طب لو أنا قلتلك نصه اللي هو الجزء ده بكام اللي هو النص ده ب150 ملي يبقى يا دكتور تاني كده تاني تاني يبقى يا دكتور كله على بعضه بكام اللي هو الرقم كله على بعضه اللي هو هعملهو لك أنا باسود ده 300 ملي طيب يا دكتور الأزرق شوية اللي بالأزرق دول كام اللي بالأزرق دول 150 ملي ولازم تبقى تكتب لإيه النسبة ده ملي وده ملي طب جميل أه يا دكتور طب انت عايز تعرف دول إيه بص بقى على الموجة اه افرد انا قلتلك قللي الطايدة الفوليوم مش الطايدة الفوليوم ده اللي انا كنت بالرسمه من شوية اللي هي الموجة اللي طالعة واللي نازلة دي اسمها طايدة الفوليوم أيوة طيب تعال نشوف كده الطايدة الفوليوم كام بص كده البداية الموجة هي ونهاية الموجة هي يعني كم مربع بص كده اه دي المربع الكبير اللي انا كنت رسمه صح واللي تحت ده نصه تقريبا يبقى مربع ونص مربع ونص المربع الكبير بتلتمية ونص المربع لسه بمية وخمسين يبقى الموجة دي على بعضها كده حوالي ربع مية وخمسين ملي يبقى لو قال لي الطايدة الفوليوم كام 450 ملي استهى ازاي دكتور استهى ان هي عبارة عن مربع كبير اللي هو اللي فوق ده ونص مربع كبير اللي هو اللي تحت المربع كبير طوله 300 ونصه 150 يبقى كله على بعضه 450 طب افرد قال لي قول لي الانسباراتوريزيرفو فوليام انا فاكر اما قلت لك الانسباراتوريزيرفو فوليام هي الطلعة مش النزلة يعني ايه الطلعة ادي اخر الطايد الفوليام هو شوف الطلعة قدي طلعتها قدي بص بقى ادي مربع وآدي مربع كمان طلعت مربعين ايوه مربعين فرنج مربعين المربعين ازاي اهو مهو ده كده مربع اهو يا دكتور واللي ده كده مربع كمان اهو المربعين ده الكام يا دكتور الواحد فيهم ب300 و300 كام 600 ملي اه طب يا دكتور خش على اللي بعده الاكساباراتوريزيرفو فوليام بكام النزلة يعني بعد دي كده شوفي النزلة بص كده يا دكتور اه دي ده نص وبعد كده واحد وبعد كده اتنين يبقى اتنين اهمت اتنين اهمت ونص اتنين ونص بكام يا دكتور 300-350 يعني 750 تقريبا 750 طب لو قال لي بقى دكتور قول لي الانسبيراتوري كابازيتي هتقول له سهلة جدا اجمع الاتنين دول طب قال لي قول لي الفايتال كابازتي اجمع الثلاثة على بعض طب بص يا دكتور قول لي الفايتال كابازتي اهو جمعنا الثلاثة الربعمية وخمسين مع السبعمية وخمسين يديك 1800 ملي يبقى انا فهمت يا دكتور ازاي احسب الكل فوليوم ازاي احسب كل فوليوم لازم تبقى عارف ان المربع الكبير بكام بتلتمية بتلتمية والمربع الكبير ده تحس انه مقسوم اربع تربع زي ما انت شايف كده مقسوم اربع تربع يبقى نصه بكام بمية وخمسين خلاص طيب يعني كده اصغر مربع عندك بكام اسم تلتمية على عشر مربعات مش احنا قلنا هم عشر مربعات صغيرة خالص تلتمية على عشر مربعات يعني المربع الصغير عندك بثلاثين ملي عشان كده الخمسة اعملولي مية وخمسين عشان كده العشرة اعملولي تلتمية فيمت حاجة طيب قلنا بقى دكتور بص بقى ازا كان الطول تلتمية اللي هو الطول ده هو ده كده تلتمية طيب العرض ده هو اربع ثواني هتقول ليه طيب وديها تفرق معاك في حاجة ايوه زمن الموجة اربع ثواني يعني زمن النفس لو عايز احسيبه اقدر احسيبه ازاي بقى تعال نشوف طالما زمن المربع ده على بعضه اربع ثواني طيب ايه رأيك لو خدنا خمس مربعات يعني خمس مربعات يا دكتور بص كده يعني لو اعتبرنا ده مربع هو زي ما انت عاملت واللي بعدي ده مربع رقم اتنين ده مربع رقم واحد وده اتنين وده تلاتة وده اربعة وده خمسة الله يبقى واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة كل مربع من دول زمنهم كام يا دكتور اربع ثواني يبقى الخمس مربعات دول بكام بعشرين ثانية عشرين ثانية طب تعال نشوف فيهم كم موجة يعني فيهم كم نفس بص قد البداية وقد النهاية احسب كده فيهم كام نفس ادي نفس اتنين تلاتة اربعة خمسة ونص وممكن نص كمان يعني اقول ست ست انفاس في عشرين ثانية يبقى حضرتك بتاخد ست انفاس في عشرين ثانية طب لو انا عايز الريسبيراتوريليت بتاعك قد ايه يعني بتاخد كام نفس في الديقة والله انت بتاخد ستة في عشرين يبقى كام في الديقة الديقة في ستين ثانية حلو الديقة كام ثانية ستين ثانية عشان تحول من عشرين لستين بتضرب في كام في تلاتة يبقى هنا في كام نفس ست انفاس او ست مجاب فلازم برضو تضرب في كام في تلاتة يبقى الريسبيراتوريليت تمنتاشر بيريسينج بير مينت يعني انت حضرتك بتاخد حوالي تمنتاشر نفس في الايه في الدقيقة النورمال بتاعنا اصلا من اتناشر لعشرين نفس في الدقيقة طب تعال نشوف معلش ستة في تلاتة بكام بكام بحوالي تمنتاشر تعال نشوف هو اقوى حتى كاتب لك الريسبيراتوريليت ستة في تلاتة بس باثناشر لا ستة في تلاتة بكام بطمانتاشر بير مينت فهمنا كده دكتور الريسبيراتوريليت عشان تحسب الريسبيراتوريليت تعمل ايه اقوى كاتب لك اقوى كاتب لك المربع الطويل بالعرض باربع ثواني وبالتالي لو عايز تعرف دي قبل عدد خمس مربعات كبار خمس مربعات كبار الواحد منهم باربعة يعني كلهم على بعد عشرين ثانية خلاص طيب عد المجات بقى اللي في العشرين ثانية دول هتلاقهم ست مجات اضربهم بقى في ثلاثة هتبقى حوالي كام 18 بريثنج برمانت يبقى فيه فرق من بريثنج برمانت دي علامات العلامة والتانية بالملي طيب فيه حاجة بقى دكتور قبل ما نخلص الاسبيروميتر فيه حاجة اسمها رسبيراتوري منت فوليوم ما هي الرسبيراتوري منت فوليوم او بالمونري فينتليشن فوليوم هي هي نفسها هو الفوليوم وفي زئير كان بي انسبارد او اكسبارد بير منت دير انجريست بص يعني ايه مش انا خدت الطايدة الفوليوم ايوه طلعته من المسألة دي مثلا كان طلع بكام اطلع فوق كده الطايدة الفوليوم كان طلع بكام كان هنا طالع بربعمائة وخمسين والرسبيراتوريت كان طلع بكام تامنتاشر طب تعالى كده افرد جالي في الامتحان قال لحسب دي رسبيراتوري منت فوليوم ما هو الرسبيراتوري منت فوليوم هو الطايدة الفوليوم اللي بربعمائة وخمسين ميلي تضربه في رسبيراتوري ريت او او بخمسمائة على حسب النتيجة اللي طلاحها، في الرسباراتوريت عندك 18، تضرب الرقمين دول في بعض أيدك يا دكتور الفوليوم اللي بتاخده فيه دقيقة، يعني من الآخر الرسباراتور من الفوليوم هو حجم الهوى اللي حضرتك بتتنفسه فيه الدقيقة طب وعرفت مين يا دكتور، ما أنا حسرتها إزاي؟ جبت حجم الهوى اللي بدخله في النفس الواحد, اللي هو اسمه الطايد الفوليوم، وضربته في عدد الأنفاس في الدقيقة اللي هو الرسباراتوريت فلو أنا في النفس الواحد مثلا مدخل ربعمائة وخمسين وانا باخد 18 نفس هتضرب 18 في ربعمائة وخمسين طب هنا يا دكتور حاسبها ايه حاسبها على حسب الطبيعي الطبيعي احنا بسا بندخل في النفس الواحد 500 طيب وبناخد كم نفس اقل حاجة 12 اضرب 500 في 12 ايه حوالي كام 6300 ميلي برمينت ده يا دكتور اللي هو حجم الهواء اللي بتتنفسه في الديئة بس خلي بالك ديورينج ريست ديورينج ريست لان في قيمة تانية اسمها maximum breathing capacity ما هي maximum breathing capacity ده يا دكتور برضو هو maximum volume of the air which can be inspired and expired per minute بس using deepest and fasting بص هنا كنت قلت ايه هنا كاتب using deep and fasting respiration وهنا كاتب ديورينج ريست هو ده الفرق هنا حجم الهواء اللي بتتنفسه في الديئة وانا حجم الهواء اللي بتتنفسه بالديئة بس واحد في الريست واحد مع الماكسومم ومع الفوس فاستس ومع الديبست ريس بيريشن يبقى ده أسرع حاجة ليك أسرع حاجة وأهم وأكتر نفس تقدر تتنفسه طب يا دكتور ده هتعمل ايه بيجيب الفيتال كباست اللي حضرتك كنت قيله أو مش انت الفيتال كباست ده كان ماكسوم ان بعد ماكسوم اكس حلو ويحسب الريستباراتوريت اللي هتاخده في الديئة بس بقى أفصل على الريستباراتوريت تاخده في الديئة يطلع لك حوالي 55 لتر بر منت ده حوالي 6 لتر بر منت وده حوالي 155 لتر متخايل ازاي يعني أنا دلوقتي الطبيعي بتاعه وانقعد بزاكر كده بتنفس 6 لتر في الديئة هو لكن لو نزلت بقى تمرين وعملت فيها بقى بص يعني يعني أي واحد بقى من اللي هم بلعبه كرة دول الجمدين تمام هتاخد 155 لتر بر منت ده اسمه maximum breathing capacity اقصى ساعة اللونج بتاعتك تاخدها طيب في حاجة اسمها alveolar ventilation volume دي هتفهمها قوي لما ناخد حاجة اسمها dead space ما هو ال alveolar ventilation volume بقى دكتور ال alveolar ventilation volume هو 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 شبه بالزبط ال respiratory minute volume يعني تحس اصلا انه هم اللي اتنين حاجة واحدة باستثناء حاجة بسيطة ده ادق شوي ليه بقى قالك والvolume مفزئي reaching alveolar في الديئة برضو ديور انجليستي يعني كل اللي غيره ها غير قالك reach alveolar وجيه برضو بدل ما كان بيدرب tidal volume في ال respiratory يدرب tidal volume نقص dead space في ال respiratory rate ايه ده يا دكتور برضو مش فاهم حاجة ايه dead space من الاخر يا جماعة هو احنا في النفس الواحد اب ندخل 500 لكن انت متخيل ان ال 500 دول كلهم بيعملوا تبادل غازي ما بينهم ما بين البلاد لا طبعا ال 500 دول في شوية منهم هيركنوا في التراكية وشوية هيركنوا في البرونكاي واللي هيخش بس ال alveolar منهم حوالي كام 350 ملي يعني انت خدت 500 ملي او في النفس لكن حتى فيهم 350 هم اللي هيوصلوا ال alveolar والباقي كله هيقف في التراكية والبرونكاي والبرونكيول والقصة دي كلها لكن اللي هيعمل تبادل غازي حقي 350 اذا ال 150 اللي ما دخلوش ال alveolar دول بنسميهم dead space اللي وقفين في مكان ميت وقفوا في مكان ميت ما وصلوش المكان الحي اللي هو ال alveolar اللي فيه جاز exchange اللي وقفوا في المكان الميت ده بنقول عليهم dead space 150 لو طرحت بقى ال 500 من 150 يبقى التبادل غازي عشان كده سمتها alveolar يعني مش اي ده بقى الخلاصة ده بقى اللي شارك فعلا alveolar يبقى 350 فعدد الانفاس مثلا اللي هو 12 هتضرب 350 في 12 يطلع لك 4000 يعني حوالي 4 لتر لكل دقيقة يبقى انت يا دكتور في الديقة الوحدة لو بتاخد نفس طبيعي بتدخل 6 لتر طب منهم مين اللي هيشارك فعليا 4 لتر و 2 من 10 هيشاركوا فعليا في عملية الانرس باريش طب لو حبيت تاخد اقصى قيمة هوا في الديقة يبقى اصرح حاجة عندك هتوصل ل 155 لتر في بير منت ولو انت فاكر الديزنيا درس الديزنيا كان بيه حاجة اسمها البريسينج ريزيرف انت عارف البريسينج ريزيرف ده دكتور تحسبه ازاي تجيب وتطرح منه هيطلع بالضبط الريزيرف بتاعك الدي لا مش فاهم يا دكتور الريزيرف يا دكتور وهو اللي انت محوشه واللي انت ما بتستخدموش واللي انت سايبه الوقت العوزة طب وانت سايب ايه وقت العوزة انا بستخدم 6 لتر لكن حقيقة اقدر استخدم 155 لتر وبالتالي لو طرحت 155 من 6 يطلعه حوالي 149 مثلا 149 لتر دول كده كده انت ما بتستخدموش كل دقيقة ولا حاجة دول الريزيرف بتاعك الريزيرف بتاعك هما دول الريزيرف بتاعك هما دول لما يقلو يبدأ يحصل مرض الديزنيا ولو قال له قوي وصلوا يعني قال لي من 70% نقدر نقول كده انك عندك ديزنيا وعندك مشكلة يبقى دايما يا جماعة المشكلة بتبقى عندك في الريزيرف بتاعك هو ده الريزيرف يبقى انا عرفتها دكتور طبعا هو غالبا لو عايز اديك السهل خالص هيجيب لك رسم رسمة زي دي ويسألك عليها حاب يرخم عليك بقى هيقول لك هتقوم انت ضارب في الريزيرف هاقول لك مثلا طب اديني مش عارف المكسوم بريسينج كباستي هتضرب في الريزيرف طب مش عارف اديني هتطرح المكسوم كباستي ناقص الريزيرف هتديك الريزيرف طب بقول لك ايه قل لي الالفولار بس يكون الديدس بيس بتاعك على اساس الديدس بيس مية وخمسين فتاخد تطرح منه المية وخمسين وتضربها برضو في الريزيرف اللي هو هنا 18 هيطلع لك القيمة بتاع الالفولار طب بفرض هو ما قالكش اصلا الديدس بيس ما هي معروفة كل الديدس بيس اللي في الالفولار في الاروية يا جماعة بيبقى مية وخمسين ميلي محفوظة يعني انت حتى لو مدكش الديدس بيس اقدر احسيب لك الالفولار عن طريق ان انا اخد تايد الالفولار ميلي هنا اللي هو ربع مية وخمسين واطرح منه المية وخمسين هتطلع لي تلتمية اضربها في عدد الانفاس اللي هو 18 هيديك حوالي كذا تمام يبقى اقدر كمان ازود حسابات جديدة طيب ممكن يا دكتور يسألني عن رسم القيم ايوة طب ممكن يسألني ايه اسم الجهاز اللي بيرسم عشان يقوله بندكتورس ممكن يسألني ايه سرعت الجهاز ممكن يسألني يا دكتور طب عرف كذا يعني ممكن يسيب الرسم خالص وقال لك قول لي الديفينيشن بتاع فولان اه ممكن اللي هي الحاجات اللي احنا درسنا طب ممكن يجيب لي سؤال طب يا دكتور كده احنا خلصنا الجهاز الاولاني اللي هو الاسبايرومتر وعرفنا انه بيقيس خمسة من تمانية والباقي ما بعرفش ايسه اللي هم التلاتة الاخر لانه بيتقاسوا بحاجة اسمها هليام ايه